بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة عن Lord of the Flies It is a novel written by The Nobel winning prize William Golding هو كاتب انجليزي حائز على جائزة نوبل هو ويليام جولدين الكاتب انجليزي The Lord of the Flies written in 1954 هو رواية كتبت في سنة 1954 The English author William Golding About a group of British boys stuck on an uninhabited who tried to govern themselves يعني هي مجموعة من الأولاد البريطانيين الذين علقوا في جزيرة غير مسكونة ويحاولون ان يحكموا نفسهم بمجموعة من من الأحكام اللي هما هيعملوها لنفسهم ده القصة بصورة عامة هنبدأ مع بعض نشوف المنظمة المنظمة العرب العالمية الثانية لازالت موجودة في زكرة كل شخص قصة مجموعة من الأولاد عالقوا في جزيرة مهجورة الطائرة تمت إصابته لأن الحرب كانت دائرة تركوا بمع أغراضهم رالف وبيجي أجدوا صدفة كبيرة صدفة كبيرة طيب بهذه الصدفة طبعا صدفة بتعمل صوت فبهذه الصدفة بيعرفوا معنى التجمع معنى تجميع كل شخص وبذلك بيعرفوا معنى القواعد معنى تجميع كل شخص ومعنى تجميع القواعد لأن لما بيبدأوا يصفروا بالصدفة دي فالكل بيتجمع فكذا بقى لها معنى التجمع الأولاد يبدأون نار بتخرج عن السيطرة مجموعة من الصيادون ببطء بدأ تجمع مجموعاتين يعني اللي طبعا هما مجموع من الصيبية هؤلاء الصيبية مع الوقت مع مرور الوقت يتم تجمع مجموعاتين بيتجمعوا في مجموعاتين رولف اند بيجي بيرسز جاك يبقى رولف اند بيجي دي مجموعة وجاك هنا مجموعة اخرى لوس اوف سيفيليزيشن فقدان الحضارة هتبدأ الهمجية دلوقتي لوس اوف سيفيليزيشن هتبدأ الهمجية يبقى لما تصاب الطائرة بيهبط الطيار في البرشوت بيجيزيشن بيشوفوا شكل مخيف وحش هدف ابيج لورد الفلايز بيجيزه مجموعاتين سيمون 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 لحظة بيجيزه بيجيزه عنده رؤية طبعا شريرة سيمون goes back to the beach يعود إلى الشاطئ The others including Ralph and Biggie are visiting in a frenzy The others including Ralph and Biggie are visiting in a frenzy في جنون يحتفلون في جنون They kill Simon قتلوا Simon The hunters want to make fire so they steal Biggie's glasses يسرقون انظارات Biggie Ralph and Biggie go to the hunters camp to try and retrieve the glasses Ralph and Biggie go to the hunters camp to try and retrieve the glasses يلي محاولة استعادة النظارات المواجهة أو المجابهة الأخيرة Roger kills Biggie and shatters the cong Roger kills Biggie and shatters the cong يعني بيقتل بيجي ويكسر الصدفة Ralph goes to goes and destroys the lord of the flies طبعا وضح كمل القصوى والعنف اللي موجود Ralph is hunted like an animal تم أسره كحيوان smoked out when he reaches the beach rescuers are there كان المنقصون هناك they see savage blood thirsty young boys أطفال متعطشون للدم وجدوهم هناك طيب هنا المعاني بقى اللي موجودة loss of civilization فقدان الحضارة rules are needed القواعد لازم محتاجينها يا إما الدنيا تبوز and need to be enforced ويجب الإجبار على التنفيذ يعني من وجود المجموعة من الصبية في الجزيرة المنعزلة بدون أي قواعد تم اكتشاف الحاجة إلى القواعد وفقدان الحضارة بتؤدي إلى الفوضى العرمة good versus evil الخير في مقابل الشر Ralph versus Jack Science versus Crude Primitive Instance Biggie versus Roger religion Oriental Sin الخطيئة طبعا كل ده موجود ويجب علينا القراءة بتماعن لأنها تستحق القراءة Lord of the Fly باي ويليام جولدين هنلاقي السيمبلز اللي موجودة طبعا the cong هنا selected symbols رموز مختارة من القصة the cong بترمز إلى القانون law order الأمر power بيجي لأن طبعا مع النفق في الصدفة يتم التجمع فهنا فهنا إشارة إلى القانون أو إلى الأوامر أو إلى القوة the means of fire أو the symbol of fire هنا النار بترمز إلى حكتين إلى الإنقاذ rescue لأن النار وسيلة للفت النظر المنقذين إلى الجزيرة كانوا بيولعوا نار عشان المنقذين يذهبون إلى الجزيرة للفت النظر أن فيه وجود مجموعة من الناس في هذه الجزيرة وهي برضو هي وسيلة للتدمير destruction طيب برضو symbol of biggest glass يظهرات بيجي بترمز إلى الـ advancement إلى الـ innovation إلى discovery الاختراعات الاكتشافات برضو فيه عندنا رالف زهير شعر رالف هنا بيرمز إلى الـ departure from civilization إلى مقادرة الحضارة طبعا ده فيما يتعلق ب symbols of lord of the flies دي الخريطة اللي هبطت فيها الطائرة المحطمة هنا نلاحظ هنا crash site وهنا big run لما قطع رأس الخنزير هنا مجموعة من الأشجار أو النخيل موجودة في جميع الأنحاء هنا mountain الجبل هنا castle rock أو الخلعة الصخرية طبعا كل الحاجات دي موجودة في تدريس القصة اللي هنقرأ طبعا lord of the flies by william golding has two universal themes بها بها موضعين رئيسيين هو loss of innocence يعني هو فقدان البراءة رغم الوجود أطفال لكن الأطفال دول بقى عندهم وحشية بقى عندهم تعطش للدماء good versus evil الخير في مقابل الشر دول موضعين أساسيين في lord of the flies طيب الفيم زبا اللي موجودة في القصة في عندنا primitivity primitivity اللي هي البدائية civilization الحضارة innocence البراءة rules and orders كل themes دي من الموضعات اللي موجودة في القصة fear الخوف power القوة identity الهوية religion الدين wisdom and knowledge الحكمة والمعرفة youth الشباب يبقى دي الموضعات التي أفارتها lord of the flies lord of the flies written by ويليام جولدينج الكاتب الإنجليزي في سنة 1954 lord of the flies تستحق المشاهدة شكرا السلام عليكم وَوِยَ مَسْيــــــــــــــــــــی